كتاب المقدس وهكذا قصص كثيرة مثل قصة يونان يعني احنا بعتبرها مثل المسبحة لما بتاخد منها حبة بتفرض كل المسبحة لأنه الكتاب المقدس يعني فيه حاجة ما يسمى بالتدرج بالإعلان حتى وصلنا للإعلان النهائي وصلنا للإعلان الكتابي الكامل لكن طبعا هما يعني فيه طبعا فيه كتابات موجودة قديمة من حامرابي فيه كتابات قلقميش وفيه كتابات اللي بتتكلم عن قصة الطوفان وبتتكلم بس الفرق احنا يعني بيتكلم مثلا في قياسات معينة مش ممكن يعني أنه فعلا هذه القياسات حتى بتستخدم للسفن اليوم حديثا مثل الأساطير بتتكلم عن شيء مكعب شيء مربع طبعا استحال أنه يمشي فبيخلطوا الأساطير بقصة فالظاهر أنا بتطلع عليها أنه هاي كلها إثبتات أنه فعلا كان فيه طفان فعلا كان فيه قصة حتى لو حكوها بالأساطير الأخرى